الزفايلة عزاء صباح الأنوار صباح الشرور صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا مشيت الله لهذا الصباح من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان الأخت أم والضاح من أهالي بغداد تقول حجي أريد أسئلك سؤال وتجاوبني بكل صراحة قلت لها تفضلي أختي بالخدمة قالت أحنا من يحكم العراق؟ قلت لها غير الحكومة تحكم العراق السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية رئاسات الثلاثة أدنى مجلس النواب مجلس الوزراء رئاسة الجمهورية قالت هم بيهم واحد بي خير هذا اللي تعددهم أنت بيهم إنسان عنده شعور عنده إحساس بالمجتمع قلت لها إن شاء الله خير موجود الخير موجود بالعراق قالتها هحتي لك قصتي وأترجاك أن تنشرها قلت لها تفضلي أختي قالت أنا زوجي توفى قبل لي توفى طبعاً كان متقاعد رات بخمسمائة ألف دينار تقول إحنا من لطلطين يومية قاعدين بمكان يعني أريد نستقر مكان ماكو لأن ما عدنا إمكانية عندي ثلاث بنات وحدة زوجة تبقى اثنين وحدة خريجة وقاعدة ووحدة طالبة وعندي ابني ابني عمر حوالي 16 سنة هسا صار طبعاً أكثر من 18 سنة هم قصة وتقاعد مالا وقاعد لا شغل ولا عمل وين يروح يشتغل معكو عمالة ما يقدر يشتغل بالعمالة ما يقدر ما عندك قابلية تقول توفى زوجي ظلينا حايرين يعني عيشتنا صارت ظنكة بشكل مطبيعي كل شيء مطبيعي أختي قاعدة بمدينة الحرية دور نواب ضباط بيتها شوية شبيرة الحمد لله والشكور وعدها حديقة جمعاً خواتي وأخوتي وبنولنا غرفتين ومرافق صحية ومطبخ يعني هاي الملحقات مالته بنولي بالحديقة وقالولي تعايقودي انت وبناتك وابنتك تقول آني طبعاً ما قدر شنون أشكرها الأختي وأشكر زوجها وأشكر أبنائها على هذا العمل على الشعور هذا الأخوي تقول الراتب الآن يطوني أقل من 300 ألف دينار لأن زوجي توفى المتقاعد زين آني وين أوديهن آني علماً أناشد قل لي يا هو الشريف من هو الإنسان الشريف اللي بالحكومة حتى أناشده أقل من 300 ألف دينار اللي من أنطيهن للغاز للمولد تقول بالله المولد الكهرباء تقول أنا ما أنطيه لأن أختي ساحبة وأنا ساحبة من أقتهم بس الغاز الملابس الملابس الأكل الشروب تقول والله ما نطبي أنا مول أبداً ما نعرف المولات شنو كلنا نروح نشترى من اللنقات نشترى من الكهاظمية من باب الدروازة من محلات اللنقات حتى هاللنقات عرفونه تقول إلا متى هاي لأي شرنكة يعني يقبل السيد السوداني هذا الراتب يكفي عائلة السيد محمد الحلبوسي يقبل رئيس الجمه تقول ما دي ألم أناشد منه اللي عنده ضمير منه الضمير أحيي وأناشده وظلت طبعاً تحكي حكي وحتى بدت صارت عصبية والله العظيم وبدت تغلط يعني حقيقة قلت لها أختي العزيزة طولي بالت شوية قالت الباكة عليك حجي قلت لها إن شاء الله يصير خير هسه أخواننا العزاء هي شنو قدية هي قدية هو التوسل مو الله دي يقول لك وأما السائلة فلا تنهر هسه ناس ده تتوسل بيكم ده تقولكم إحنا العوائل المستفيدة عوائل المستفيدة هم عوائل المتقاعدين المتوفين راتب مديك فيهم يعني وين يرحون يعني يسيكون طريق غير صحيح أنتو هاي تردوها طريق غير صحيح يسيكون يعيشون يعني هذي نقول خلف الله على أخدها بنتلها بالحديقة وقعدتها أكو ناس ما ينطون هم ما يشيلون أخوانهم زينا إذا تروح تأجر بيش تأجر أكو بثلاثمية أجار ماكو بعد ثلاثمية واربعمية ماكو وين تقعد زينا وعدها ابنية طالبة وعدها ابنية خلني الجقاعدة وعدها ابنها وهي يا جماعة الخير شنو يعني ضمائركم ميتة والله العظيم أنا أقول الرئاسات الثلاثة كلها ضمائرها ميتة وما بيهم خير أبدا و الله ليوفقهم إن شاء الله كلهم آني أقول الله ليوفقهم و الله ليراويهم خير بس والله هم ما أعرف أدعي ما أعرف شقول خلني نقول الله يهديهم و الله يوفقهم إن شاء الله أحسن مما نقول الله لا يوفقهم يا أخواننا العزاء إحنا بلد نفطي تعرفون شنو بلد نفطي بلد أربع ملايين ونص برميلي سدر باليوم وعوائلنا هي تشي شوفوا البنك المركز جغد بي احتياط من الذهب جغد قدنا احتياط من العملة الصعبة وها هي تشي زي انت عم السوداني يعني احنا جنا نتأمل بي كل الخير اش بيك ما تقول لي ش بيك اش بيك ماد شن تسويتها من جئت الى هسة مادة شن تسويتها بس انا اقول لك ده تفص القوت حلوة ده تلبس واني قصائر حلو يعني حقيقة الله يطور عمرك ان شاء الله زغران 30 سنة والله العظيم شوف وجهك متفح ما شاء الله مو يتش عم مو يتش مو يتش انت ابن العراق ابن الجنوب تعرف العوائل المستفيدة المتقاعد المتوفعة التشون عايشة المتقاعد الحية الآن المتقاعد ظروفة شون صعبة ياخذ 500 السلفة عليها بناء بيت عليها الطبيب عليها انت تدي حشوة تجذر ب140 الف دينار والمتقاعد كلها سنونهم خايتسة كلها سنونهم خايتسة حقيقة كلها ومفاصل هذا الركبته وهذا الظهره وهذا العصابه يلا سحنا يوميا نحتي تيهان مالله والله لحد تاني يعني قلت لها قلت لها أختي والله ما ريد أناشد أحد ليش؟ لأن ماكو إنسان طيب وخوش قاد من ناشده كلهم برمائرهم ميته شلع قلع على قول الله الذاك الرجال يقول شلع قلع احنا هم هستنقول كل الرئاسات الثلاثة وكل المسؤولين ضمائرهم ميته ونقولكم مع ألف سلامة وعاش العراق ترجمة نانسي قنقر